السلام عليكم ورحمة الله جاهز معاكم الايس كريم على الطريقة اليمنية او ايس كريم الشاي بجد من قطيب الانواع اللي ممكن تجربوها للايس كريم جربوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا اول خطوة معايا هنحمص الحليب البودر في طاصة على البتاجاز من نار من وسط الهادية هنضيف اربع معالج كبيرة من حليب البودر هنقلبها على طول لحد اما تاخد اللون الاشقر انا عندي الحليب بيتحمص بسرعة جدا فنقلب باستمرار مجرد ما ياخد اللون ده مش هياخد معايا نص دقيقة وهيكون اخد اللون ده هنشيله على طول وهنحطه في البودر انا عندي اللون افتح بكتير من ما هو بين في الكاميرا بعد كده هنجهز خليط الشاي بالحليب كوب بيتين من المياه السخنة هضيف عليهم معلقة كبيرة من الشاي بعد كده هصفي الشاي وهضيف عليه باقي المكونات معلقتين كبار من السكر 3 تربع كوباية من الحليب البودر مع علبة من الحليب المبخر انا عندي العلبة 162 ملي حوالي نصف كوباية زائد معلقة كبيرة هنقلبهم الاول على البارد بعد كده على البتجاز النار من وسط الهادية هنبدأ نقلب لحد دهما المكونات كلها او الخليط كله يمتزج مع بعض اول ما يبدأ يغلي بنهدئ النار خالص وبنسيبه يغلي حوالي خمس دقايق علشان انك هتتركز معي أليس باند horsي هنجهز الخطوة التالتة معي خليط النشا معلقة كبيرة من النشا معلقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه هنخلطهم مع بعض وبعد كده هندوب هم في نص كباية من المياه البارد لحد دلوقتي نجهزنا مع بعض خليط النشا وخليط الشاي بالحليب وبودرة الحليب المحمس هنيجي مع بعض الآخر خطوة معي فتصل على البتجاز هنضيف حوالي سبع معالق كبيرة من السكر وهنسيبها لحد دلما تتكرمي النار عندي من وسط لعالية اول ما السكر يبدأ الكرمل معي هضيف عليه بقى المكونات اللي احنا جهزناه ده عندي خليط النشا وهنضيف عليهم كمان الشاي بالحليب المبخر مع بودرة الحليب المحمس هنقلبهم كده مع بعض اول مكونات تندمج مع بعض هضيف عليهم رشة من الملح وهنهدئ النار شوية انا هنخليها على نار وسط وهنبدأ نقلب كده مع بعض لحد ده مال خليط يتقل معايا شوية ونهدئ النار خالص ونسيبه يغلي 3 او 4 دقيق كده تمام ده عندي كده خليط ايس كريم الشاي او خليط ايس كريم ابروتي هو ده الطريقة الاصلية بتاعته ممكن لحد كده بنصف فيه وبعد كده بنحطه في الفريزر يجمد ويجاهز ليه التقديم بتبقى ناكهة مركزة جدا وطعم رهيب جدا لكن فيه تاكة كمان لو انت حابة تضي فيها التاكة دية بتدي له طعم احلى كمان او اخف شوية وفي نفس الوقت قوام كريمي وقت التاكديم بيخليه حلو جدا فعندي التاكة دية انا بحب دايما اضفها كباية من بودرة الكريم شنطية مع 3 تربع كباية من المياه او الحليق انا حطيت خليط الايس كريم في الفريزر حوالي منص ساعة يبرد شوية وبعد كده هنبدأ نضيف عليه او نخلطه بخليط الكريم شنطية التاكة دي ممكن تستغنى عنها لكن بتخليها طعمها احلى بكتير كمان وكمان القوام بتاعها بيبقى كريم فده عندي كده خليط الايس كريم هنحطه فيه الطبع او البولة وبعد كده بنحطه فيه الفريزر على الاقل للمدة ساعتين وبيبقى جاهز ليه التاكديم النوع ده من الايس كريم بياخد خطوات زيادة شوية او بيتعامل على كم مرحلة بس بجد تحفى جدا ويستهل ان انتوا تجربوا الخطوات كلها رغم ان هي اكتر من خطوة لكن خطوات كلها بسيطة ومكوناتها بسيطة موجودة دايما في البيت وسهل جدا ان احنا نجي احزه ده عندي بعد ما سبته في الفريزر لمدة ساعتين ده عندي قوامه وممكن تسبيه ليه لكاملة بيتماسك اكتر وقت التاديم الطريقة الاصلية بيتقدم معه القرنفل والهيل لكن دايما انا بفضل ان انا اقدمه معه المكسرات او صوص الجناش اتمنى بجد تجربوا الوصفة ديت وما تنساش ترجع وتقولولي رأيكم في التعليقات مع الفسر ترجمة نانسي قنقر